من الفيتشرز الهيلة جدا في C-Sharp وهي Underrated جدا ما حدش كتير بيتكلم عليها او مش مستخدمة كتير او مش عايف ليه بصراحة اسمها Type Aliasing او Alias Any Type اسمها حلو كده ايه بقى ال Type Aliasing ده تعال بنا نروح نستكشن بيقولك بقى ان انت ساعد بيكون عندك ال Definition كبير شوية يعني زي مثلا بتيجي تقول له System Collection . Generic . List لا مش لين كده List عادية List Int نستخدم كل line الطويل ده عشان نوصل لل Generic List of Ints صح كده طويلة جدا وممكن كمان يبقى عندك حاجة اطول تقول له System . Collections ده Fully Qualified Name ده ال Name بالكامل احنا طبعا منستخدم من اول generic بس نكتب لك الاسم بالكامل عشان هستخدمه دلوقتي في حاجة كنا بنكتب ايه Collections اه ونقول له . Generic برضه . Dictionary بص الاسم هايطول بقى ال Dictionary بتاخد Key و Value احنا عارفين هاقول له مثلا Ant و عندنا هنا ايه String مثلا اسم عمالي يكبر اول Types ديت ايه راجب ان انا ممكن اخليك تستخدم ال Types ديت باستخدام ما يسمى ال Alias Type او ال Alias Any Type في السي شارب من غير ما تكتب كل الكلام دوت يعني انت عندك مثلا في ال Types اللي هنا دوت تيجي تقول له لا والله ده انا هكتبله بصه بقى خليه بالك من الترك ديت Using وهقول له Int List خلاص بس كده تقدر تيجي بقى حضرتك تستخدم ال Int List دي مكان ال Types ده بشكل مباشر على طول ممكن اقول له Int G List مثلا اللي هي Generic List بس ايه متحددة يعني خلاص باش حد يستخدم ان انا Generic يعني فاهم الفكرة طب هنا نفس الكلام اجا اقول له Using مثلا وهقول له ايه بس كده Dictionary هو خلاص شكرا كده اي روع يكون شايفين البساطة تقدر بقى تستخدم مكان كل Dictionary Int String ده ودكش على طول ممكن بقى تقول له ايه ان هو ده Intone على الحزن ما انت نساميه زي ما انت عايز يعني طب تعالوا نستخدمها كده ايه ونشوف هي بتستخدم زيه طبعا دي على فكرة بتستخدم مع ال Types العادية يعني طبعا تعالوا نستخدمها كده قبل ما نغوط في الموضوع اكتر فانا هيجا اقول له ان انا عايز اكريد list of int من الطيب ايه بقى generic list لا من الطيب int list very flexible والله c sharp اقول له ايه int list عندنا طيب اهو شايفين كده لما انا كتبته ما عملش انه هو بي represent type لا دعالي ده بي represent strongly type list of objects شايفين لها ايه ال generic list اللي عندنا ديه اقول له والله يسميها ايه مثلا numbers عادي بقى خالص اتعمل عادي خالص اقول له equal new int list احطيه القيم بتاعتها مثلا 10 20 30 40 50 60 زي ما انت ايه اجرنا نستخدم اهو وبقى عندنا اهو ال int list ده تقدر تتعامل معاها تقول له add remove يعني كنت اقول له هنا بقى numbers dot اد خلاص تتعامل زود مثلا ايه اه مية على طول عايز بقى بقى functions كلها بتاعت list add clear remove وبقى الحاجات بقى بتاعت اللينك دي هناخدها بعدين cost count ممكن انا استخدم ال count هنا اقول له ايه console right line طلع علينا ال count بس وطلع علينا ال count ممكن نروح نعمل عليها for each loop كده في السريع معلش وروح اقول له طلع علي اي بس نجرب عندي سبعة فعلا لديها ال 6 اللي احطيتهم اللي هما دول وزود عليهم المية اللي هما دول كده بالظبط كلام جميل جدا وسهل جدا باستخدام ال alias لدينا نستبدل الجملة الطويلة دي بكم حرف ده تدر تسميها زي ما انت عايز عايز تسميها g زي ما قلت طبعا انا شايف كل حاجة هتدرى بتروح تسميها g بقى في كل ايه المناطق اللي استخدمنا فيها هذا ال type حلو كده طيب انا هروح اعقد الموضوع اكتر ايه رأيك انا احب عقد ما هو دي هروح هروح اعقد الموضوع اكتر وهروح اعمل class اسمها employee وهانتجريد بالتايب مع ال generic connection و رح اقول له ان انا عندي class اسمها employee اللي احنا بنستخدمها على طول معانا ديت وهقول له ان انا عندي property سميها سميها name وهتكون ايه من type string و عندي مثلا ايه constructor واحد بيجيله string name و نضع name و نضع name في name و خلاص بسيطة جدا تمام قدر بقى اروح اغير ال type اللي انا اصيبتها زي ما هو كده انا اروح اقول له نعمل نسخة من ده و سميه بقى employee dictionary ده الدكشناري الخاص بالemployee هيبقى طيب عندي اسمه كده بس مش من string هيبقى عندنا ال int اللي هو ki و value بتاعتنا هتبقى employee نفسها ما احنا عندنا key and 1 2 3 4 زي ما احنا نكتب والvalue نفسها ال employee class اللي عندنا شايفين الجمادان و قدر ابتدي ايه استخدمه فهاجي هنا كده اخذ line بس و ابتدي هنا كده اقول له ايه بقى employee dictionary اللي عندنا بقى طايبة هم وجود اللي بيشاور على generic dictionary شايفين اهو راح اقول له هسميه employees equal new employee dictionary و ممكن كمان احط له ايه القيم يعني هدي كده هنا وتعالى نحط بقيم بتاعتنا و نقول له والله هنا عندي اول record هيكون فيه واحد مثلا وتعالى نقول له a new employee و هنسميه ايه احمد تعالى ناخد واحد تاني و هنسميه ايه مثلا محمد و هنسميه بس اه مقصولة خلاص كده طيب لو رحت عملت بقى ايه for each عشان اطلع الديتال اللي ادخلتها دي و رح نقول له احكل دي var amp and employees و تعالى كده بقى طلع علي الديتال بتاعتك خد بقى string interpolation و قاموا ال id هيساوي الملي اهة هم ياشي ماشي لا ماشي لذلك الي همانب بس اللي هو المفرد اللي هو قيمة قيمة عندنا و اطلع علي key اللي هي تبقى واحد او او اتنين على حسب ما انا مدخل وخد معك كمان النام كلمة يعني تطلعها بس وخد بقى معك ايه بقى الامب دوت حد عارف بقى ايه فاليو دوت عندنا بقى النام هون شايفين لو عندي بقى قيم اكتر هنا هادر ايه تطلع لي بعض ديو هنا بس انا قلت له ان انا عندي رابرتي مثلا اسمها ديسمال سالري هتلاقيها تطلعت معايه هنا ببقى شايفين انا مش مدخل القيمة بتاعتها طبعا بس هتلاقيها ايه زهرت معايه السالي انا هستخدم بس النام هو ده ايه اللي انا هتطلعه من ده اللي انا مديله اصلا داتا اصلا لو جينا نرون كده هتلاقيه هدل ايدي واحد احمد واثنين ايه محمد كل ده باستخدام اليس كانتك بتعامل مع ديكشناري بشكل بسيط خالص بس بقى عندك طيب معبرة لالكيس بتاعتك الانت والليست والدكشناري ممكن كمان نعرف حاجة مختلفة تعال بقى بص معاك ده اقول له using a customer id equal int الكلام الغريب ده وقول له using الوردر number equal long شايف كده بقى انا عندي ديتا طيب جديد اسمها customer id customer id دايما هيبقى انت فاهمين والوردر number دايما في العديد بقى كبير كده فهنا نديله long مافيش مشكلة تمام تعالي انا ابتدي ايه نستخدم الكلام ده انا كده ايه مثلا هقولك هنه هنعمل ايه بقى احنا هنعمل ميسود هسمي الميسود داية process order يبقى له void process الوردر اللي عندنا وهقوله ايه بقى int customer id لا هقوله customer id بتاعتنا اصلا اللي هي الطايب اللي عندنا شايفين ايه بقى الطايب خلاص بقى عندي طايب اسمه customer id هو فيه انت بس بس هو اسمه customer id وعندي طايب تاني اسمه order number وانا ساميه ايه order number الvariable نفسه وهنا كده بقى ايه بقى اقوله والله يطلعلي processing الوردر number كده اللي هو ايه والديه الvariable اسمه order number for customer اقوله ايه customer id واقدر راجي هنا كده انادي على المسود بتاعتي ديت بس الاول محتاج اصاين طبعا القيم فراح اقوله ان انا عندي customer id id equal خط بقى رقم 1 2 3 4 5 6 فيه واحدة جادة زيادة مش مشكلة واقوله هنا order number order number مثلا واقوله ايه اي رقم كده واقدر روح انادي بقى على المسود اللي اسمها process order وديها معانا ال id وخلي ده بقى ايه ال order انه وعلى كده ايه اتنين صغيرين زي بعض حلو كده لما نيجي ال run processing order ال order اللي احنا دخلناها for customer id كذا بناء على types احنا عملناها ايه واخدة alias من ال ant وال long طيب ايه اللفة اللي انا لفتها ديت انا مش محتاج اعمل كده مش محتاج اعمل كده بس option موجود وممكن تستخدمه في سيناريوز افضل كمان يعني تعالى مثلا احنا عارفين في الالوان الناس بسؤال front end يعني او عموما يعني في الالوان او لسا بتلقسم لتلاتة فانا ممكن ابدأ اقول له ان انت اعمل لي type جديد بالطريقة ديت من خلال التلات الالوان الرأسية اللي عندنا نسمي مثلا دي color كده اكوان خلي بالك بص احنا هنعمل ايه بقى دي هتبقى حلو قوي دي هنقول له بايت ال r و بايت الجي وال بايت عندنا لحد 255 و بايت ال b حلو قوي دي فبقى عندنا color طيب جلي اسمه color بياخد تلاتة r red g green b blue لحد 255 تمام؟ تعالوا ايه نستخدمه فانا هاجي مثلا اقول له ان انا هاعرف وليكن هاخد برضو اس لساطر جديد كده حلو المثال ده واروح اقول ان انا عندي type اللي اسمه color وهقول له red equal red ده يعني ايه؟ يعني اول واحدة مليه على ايه 255 00 وبصلا انتقف عليه بيجيب لك بقى الطيب اشتب عرفتها بتحدد ايه بالزبط اهو شايف؟ انك شغال في ال css و html واروح اقول له طلع لي والله ال red تعالى run كده اقول لي اه والله ده ال red بقت اواخد ال color ده طب انا عايز احدد تحديدا طلع لي ال red بس مفيش مشكلة اقول له ال red dot ما عندي الصاب كمان ممكن ادخل عليه اقول له طلع لي حرف ال R اللي هو ال red شايفين؟ طلع لي اول 255 اه ده اروح اعمل combination بقى زي ما انا عايز اخلي دي واحد اثنين وقدر طبعا الكلام ده يترفلكت في شكل visual طلع ايه قدامي بالطريقة ايه البسيطة الثالثة ده باستخدام ال alias type ال feature ال underrated فيه ال C short بس اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة والفيديو ضفلك حاجة ممكن تستخدمها يعني موضوع بسيط زي ما نشو عايفين بس و الله قوي جدا يعني وانا ايه برشح استخدامه كتير يعني ايه نعم ممكن يبقى ايه لغبة شوية في ال readability بس ايه اه الحقيقة هو ضريف جدا يعني بس فيها كده واشوفكم في فيديو كونه ان شاء الله